أعزائي وطالبات وطالبات الصف السادس الابتدائي السلام عليكم ورحمة وبركاته نهاردة إن شاء الله نحن لتدريبات سلاح التلميذ على القواعد النحوية الموجودة عندنا في صفحة 66 من كتاب سلاح التلميذ السؤال الأول في التدريبات بيقول لي بين الخبر ونوعه في الجمل الآتية يعني هو كده عايزنا أستخرج الخبر وقوله نوعه الجملة الأولى بتقول لي الجمال الحقيقي جمال النفس والأخلاق الخبر هو كلمة جمال التانية دي وطبعا الحقيقي ما تنفعش تبقى خبر لأن الحقيقي نعت أو صفة لكلمة الجمال الأول يبقى الخبر عندي هنا جمال جمال النفس أو كلمة جمال طيب نوعه مفرد الجملة التانية السعادة في طاعة الله تعالى الخبر هنا في طاعة الله في طاعة في طاعة ونوع الخبر هنا شبه جملة جر مجر الجملة التالتة بتقول لي السماء نجومها ساطعة الخبر هو نجومها ساطعة نجومها ساطعة نجومها ساطعة اللي هو الخبر عشان هيبقى جملة اسمية تمام يبقى الكلمة دي معادي يبقى السماء مبتدأ أول ونجومها مبتدأ ثاني وساطعة الخبر مبتدأ الثاني ونوع الخبر هنا هيبقى جملة اسمية يبقى نجومها ساطعة كلها على بعضها هو الخبر ونوع جملة اسمية المهزب يحترم الكبير فين الخبر يحترم نوع جملة فعلية تمام السؤال التاني بيقول لي هات من عندك ما يليه من عندك جملة اسمية الخبر فيها يكون مفرد عايز جملة اسمية الخبر يكون مفرد هقول له العلم نور السماء الصوفية الكتب مفيدة أي حاجة زي كده يكون فيها الخبر كلمة وحيدة سواء كانت الكلمة دي مفرد أو مسنة أو جمع المهم يكون كلمة وحد عايز جملة اسمية الخبر فيها جملة اسمية برضو جملة اسمية الخبر فيها يكون جملة اسمية يعني جملة اسمية يكون خبرها جملة اسمية هقول له الحديقة أصوارها عالية تمام دي جملة إسمية بدأت بإسم والخبر هنا برضو جملة إسمية عايز جملة إسمية الخبر فيها يكون جملة فعلية هقول له الرياضة تقوي الجسم أو المهزة بيحترم الكبير في الرابعة عايز جملة إسمية الخبر فيها يبقى شبه جملة محدد ليش بقى الظرف ولا جاره مجرور أنا هجيب له الاتنين العصفور فوق الشجرة أنا عندي فوق الخبر هنا فوق طيب نوع شبه جملة ظرف طيب الكتاب في الحقيبة فين الخبر في الحقيبة كلها على بعضها باخد الجر والمجرور لكن في الظرف باخد الظرف فقط لأن ده مضاف إيدي ما باخدوش لما يقول استخرج الخبر في العصفور فوق الشجرة باخد له فوق فقط الظرف بس طيب لأن ده مضاف إيدي ده مش الخبر الخبر فوق الكتاب في الحقيبة في الحقيبة باخد الجر والمجرور كله على بعضه لأن الحرف ده ما بيظهرش معناه لوحده لازم يبقى معناه ظاهر مع اللي بعده يبقى الخبر هنا في الحقيبة وهنا جملة اسمية والخبر فيها شبه جملة جر ومجرور بعد كده بيقول لي أكمل كل جملة بخبر مناسب وبين نوعه هو جايب المبتدأ وعايزنا أنا أحط خبر وأقول له نوعه إيه الصحراء واسعة يبقى نوعه مفرد المنزل ونقطة أقول له المنزل سقفه مرتفع هيبقى نوعه جملة اسمية في ضمير أهو بيعود على المنزل تمام الطائرة فوق السحاب ونوعه أنا جبت الخبر أهوه ونوعه شبه جملة ظرف بعد كده بيقول له الطريق ونقطة فأنا حبيت أجيبه جملة فعلية علشان أبقى أنا كده جبت كل الأنواع أقول له الطريق يوصل للمنزل أنا حبيت أجيبها ممكن أنت تجيبها مفرد بقول له الطريق مثلا واسع أو الطريق طويل الطريق طويل يبقى نوعه مفرد إنما لو قلت الطريق يوصل للمنزل يبقى نوع الخبر هنا جملة فعلية الحديقة وعايز نحطها خبر أقول له الحديقة أشجرها عالية ويبقى نوعه جملة اسمية بعد كده بيقول لي أكمل كل جملة بما هو مطلوب بين القوسين بدينه جملة وبينه أقواس بينها حاجات هو عايزة الأول بيقول لي أحرصه على مساعدة أصدقائي حرصا أنا اخترت حرصا طبعا أحرص على مساعدة أصدقائي نقط شديدة أنا عايز مفعول مطلقة بقول له حرصا شديدة مفعول مطلقة اللي هو بيبقى متاخد من لفظ الفعل أحرص بجيب منه المصدر ده حرصا طب الطلاب عايز خبر مفرد هقول له الطلاب متفوقون خلي بالكم متفوقون هنا هي كلمة وحيدة هي صحيحة دلت على جامعة بس هي لازم تكون كلمة وحدة تدل بقى على مفرد أو مسنة أو جامعة مش مشكلة بس الخبر المفرد لازم يكون كلمة وحدة قرأت نقط مفيدتين عايز مسنة قرأت قصتين واجبتها بالياء لأنه مفعول به أصلي لله عايز مفعول لأجله أصلي شكرا لله أصلي إرضاءا لله أصلي طاعةا لله ممكن أجيب أي حاجة من عن بعد كده بيقول لي يعود العامل من عمله وعايز ظرف في زمان بالتحديد أقول لي يعود العامل من عمله مساء وما تقولش في المساء لأنه لو قلت في المساء مش هيبقى ظرف هيبقى جره مجرور عادي إنما لازم أجيب له الظرف ومنون هكذا تمام الصدق من صفات وعايز هنا جمع مذكر سالم يبقى هتبقى الصدق من صفات المؤمنين بعد كده كافأة المعلمة وعايز جمع مؤنة سالم كافأة المعلمة الفائزات كافأة المعلمة الفائزات سويا اللي بعد كده بيقول لي صوب ما تحته وخطف الجمل الآتية في غلطة هنا كلمات اللي تحتها خطفها أخطاء وأنا هصحح الأخطاء المؤمنون صالحين زي ما أنتوا شايفين ده جملة اسمية عن مبتدأ وخبر جاب لي هنا صالحين الصح طبعا إن هي تبقى المؤمنون صالحون لأن الخبر هنا يبقى مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم فهو جايبه لي باليه هو لازم يجي بالواو لأنه خبر مرفوع بالواو لازم يجي بالواو ما ينفعش يجي باليه جملة التانية بيقول لي يذهب العاملين إلى عملهم في غلطة هنا كلمة العاملين العاملين المفروض أن هي برضو جمع مذكر سالم فالمفروض أنه هو فاعل والفاعل بيبقى مرفوع بالواو لما يجي جمع مذكر سالم يبقى يذهب العاملون وليس العاملين يذهب العاملون تمام الجملة اللي بعد كده بيقول لي تكافئ المدرسة المعلمون برضو هنا الغلطة في المعلمون لأن المعلمون هتبقى مفعول به وهي جمع مذكر سالم فالمفروض تجي باليه والنون مش هو والنون لأن جامع المذاكر السالم بينصب الياء فأقوله تكافئ المدرسة المعلمين بعد كده بيقول لي خاطب مدين عبارة وعايزنا أخاطب بها جامع المؤنس السالم مرة وجامع المذاكر السالم مرة أخرى أنت مدربة ماهرة ومحبوبة أنت مدربة ماهرة ومحبوبة ده جملة هو بيخاطب بالمفردة يعني الواحد الواحدة المؤنسة عايزنا أخاطب بها جامع المؤنس مرة وجامع المذاكر مرة فأقوله في جامع المؤنس أنتنا وده ضمير المخاطب اللي مخاطب بيه جامع المؤنس أنتنا ده ضمير مخاطب لجامع المؤنس أنتنا مدربات ماهرات ومحبوبات طب جامع المذاكر ايه ضمير المخاطب اللي بالنسب جامع المذاكر أنتم أنتم مدربون ماهرون ومحبوبون سؤال اللي بعد كده بيقول لي أعرب ما تحته خط أعرب ما تحته خط في الجمل الآتي التلميذ المتفوق يحب العالم التلميذ هنا مبتدأ مرفوع بالضمة اسمه وقع في أول الجملة يبقى مبتدأ مبتدأ مرفوع بالضمة لأنه مفرد اسمه مفرد التلميذ المتفوق يحب العلم العلم هنا هتبقى مفعول به مفعول به منصوب بالفتحة أيضا هو اسمه مفرد بعد كده بيقول لي اشتري الكتب. رغبة في زيادة المعلومات. عايز اعراب كلمة رغبة. رغبة انها مفعول لاجله. منصوب بالفتحة زي ما احنا شايفين. مفعول لاجله. منصوب بالفتحة. زارة السياح الاهرام. الاهرام هنا هيبقى اعرابها ايه? مفعول به. منصوب بالفتحة ايضا. زارة فعل الماض. والسياح فاعل والاهرام مفعول به. وقف محمد امام اللوحة. محمد هنا فاعل. تعالوا نعرفها كلها. وقف فعل الماض ومحمد فاعل مرفوع بالضمة وامامه ظرف مكان منصوب واللي بعد الظرف دايما بيبقى مضاف اليه مجرور يبقى اللوحة مضاف اليه مجرور الجهل ملازم للمرض هنا ملازم هتبقى خبر الجهل مبتدأ مرفوع وملازم خبر مرفوع وللمرض يجر ومجرور لان اللام دي حرف جر يبقى ملازم هنا الكلمة اللي هو عايزها خبر مرفوع بالضمة بعد كده بيقول لي بديني قطعة اقرأ ثم اجل اذا اردت ان تعيش سعيدا فان عليك ان تحب الناس حبا خالصا وان تعمل رغبة في مساعدتهم وان تكون ذا خلق كريم وان تشكر الذين يساعدونك ويرسمون لك الطريق ان يرسمون لك طريق النجاح في الحياة عليك ان تستغل مواهبك في الى اقصى درجة ممكنة وان تنميها دائما في سبيل الخير والاحسان الى الناس وقبل ذلك كله تشكر الله على نعمه وتطيع والديك والمعلمين لتكون من الناجحين اعرف ما تحتوى خط كلمات اللي تحتوى خطة نعرف عندي اول كلمة تحب الناس الناس هنا مفعول بيه منصوب بالفتحة لانه اسمه مفرد بعد كده كلمة النجاح ويرسمون لك طريق النجاح كلمة نكرة بعدها كلمة معرفة كلمة المعرفة دي التعرأ بايه مضاف اليه يبقى النجاح مضاف اليه والمضاف اليه بيبقى مجرور مضاف اليه مجرور بالكسرة لانه هو هنا اسمه مفرد مضاف اليه مجرور بالكسرة. بعد كده كلمة وتطيع والديك. والديك هنا هيبقى مسنة. تطيع انت. الفعل ده من المستاذة تقدره انت. يبقى والديك مفعول به منصوب بالياء لانه مسنة. والكاف دي ضمير مبني في محل الجر مضاف اليه. اعتقد لسه انت هتاخدوها بعد كده ان شاء الله في اولى اعاداتي. يبقى والديك هنقول والديك مفعول به منصوب بالياء لانه مسن. مفعول به منصوب بالياء لانه مسنة. بعد كده بيقول استخرج من القطعة مفعول مطلق وبين نوعه كلمة حبا شديدا. حبا شديدا ده مبين للنوع. اه ما لش حبا شديدا بقى حبا خالصا. يا مش كانت حبا شديدا كانت حبا خالصا. يبقى شديدا دي لأ حبا خالصا. تمام. وهو عايز نوعه. ابين لنوعه ده مبين للنوع. لان انا عندي نوعين اتنين للمفعول المطلق. يعني ما يكون مبين للنوع. وفي الحالة دي انا بجيب المصدر. هو عايز مفعول مطلق وبين نوعه. يبقى انا عندي هنا حبا خالصا. وده هيبقى مبين للنوع لان بجيب المصدر وبجيب نعت بعديه. ده هي كلمة ايه? خالصا. دي نعت. لما لقي المفعول المطلق وبعد منه كلمة بتوصفه. يبقى ده مبين للنوع. لما يجيب للمصدر بس يقول لي ان يحب الناس حبا ويسكت. يبقى ده مفعول مطلق مؤكد للنوع. لما يجيب للمصدر بس يبقى مؤكد للنوع. لما يجيب المصدر ويوصفه وبقى مبين للنوع. يبقى انا معي حبا خالصا. مفعول مطلق مبين للنوع. عايز مفعول لاجله. ايه المفعول لاجله عندي هنا? اه كانت لسه ظاهرة. رغبة. كلمة رغبة دي مفعول لاجله. بعد كده عايز اسم مصور كلمة اللذينة. اهي. كلمة اللذينة. بعد كده خلصنا كده احنا الاستخراق. بعد كده بقول للناجح ماهر في عمله. حول الجملة من المفرد الى المسنة والجمع. هي مفرد هي الجملة هنا المفرد. عايزها مرة المسنة ومرة للجمع. اقول للمسنة الناجحان ماهران في عملهما. الناجحان ماهران في عملهما. للجمع الناجحون ماهرون في عملهم. واجبها له الجمع المؤنس جمال لانه محدد ليش. فقال له الناجحات ماهرات في عملهن. بعد كده قطعة اقرأ ثم اعجب. السعادة هي محور الحياة. ونجاح الانسان يحتاج الى تزليل كل العقبات التي تواجهه رغبة في سعادته وهذه السعادة مفتاح النجاح الحقيقي. تخير الاجابة الصحيحة. كلمة محور هنا انا ما ليش بقى يعرف ما فوق الخط? لا هو جبل الاعرابات اختياري. كلمة محور بتعرأ بايه? السعادة هي محور. على فكرة السعادة مبتدأ اول. دي جملة اسمية وخبرها جملة اسمية. السعادة مبتدأ اول وهي مبتدأ ثاني. ومحور خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ اول. والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الاول اللي هو السعادة. فعندي كلمة محور بتعرب خبر للمبتدأ خبر المبتدأ ان هم بقى المبتدأ الثاني دي هو هي محور دي خبر لهي والاتنين دول مع بعض لهي هي ومحور خبر لكلمة الساحد يبقى انا عندي محور خبر المبتدأ الانسان تعرب ايه اللي هي هو نجاح الانسان كلمة نكرزا ما قلنا بعدها كنا معرفة قلنا تعرب ايه تعرب مضاف اليه يبقى انا عندي هنا الانسان مضاف اليه هو هنا آآ مضاف اليه اهو في الاختيار مضاف إليه. لو مديني فاعل ولا خبر مبتدى ولا مضاف إليه لا أنا أقوله مضاف إليه. تزليل كلمة تزليل تعرب إيه? اللي هي إلى تزليل. شايفين قبل منها حرف جر هي تبقى اسم مجرور. فتزليل اسم مجرور. رغبة هتعرب إيه? هتعرب مفعول لأجله. رغبة إن هي الكلمة دي في القطعة. رغبة مفعول لأجله منصوب. جمام. أكمل بالمطلوب أمام كل جملة. الشجرة وعايز خبر جملة إسمية. يعني هيكون المبتدى الثاني فيه ضمير بيعود على المبتدى لا. مش إشجروها بقى الشجرة فروعها. الشجرة فروعها كثيرة. ده مش إنفع نقول للشجرة أشجروه. الشجرة فروعها كثيرة. الجندي وعايز خبر جملة فعلية. الجند يدافع. هجب بعدها فعل. الجند يدافع عن الوطن. بعد كده بيقول لي اللاعب احرز هدفا. سن واجمع الجملة. اللاعبان احرز دي الف الاسنين. اللاعبان احرز هدفا. ده مسن. اللاعبون احرزوا وده هو الجماعة هدفا. بكده نبقى احنا انتهينا من حل تدريبات سلاح التلميذ على القواعد النحوية. واشوفكم في فيديو اخر من فيديوهات شرح قواعد آآ النحو. وآآ ياريت ما ننساش الاشتراك في القناة. وان احنا نحط لايك في الفيديو. واشوفكم ان شاء الله في شرح فيديو اخر بشرحات القواعد النحوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.